الآن لابد أن نتطرق ونعرج على الواقع العلمي في العراق ونتوقف عند واقع التعليم والبداية من ذيقار تحديداً قضاء النصر في الشطرة وهناك مدرسة النصر التي لا تزال على حالها منذ عشر سنوات لو لم يتم إكمال بنائها طبعاً مواطنون هناك تحدثوا وقالوا إن الأمر مقصود لماذا؟ لإجبار الأهالي من قبل جهات متنفذة على أن يسجلوا أبنائهم في مدارس تابعة لأحزاب وجهات أهلية متنفذة في الدولة ناس الطيبين تشوفون هذه المدرسة؟ هذه المفلشة؟ البناء الجاهز بعهد أخضاء الخزاعي يتوقع أكثر من عشر سنوات أو أقل من عشر سنوات هاي تشوفون هذا حالها هاي حالها هاي مناطقنا الجنوبية هاي المدرسة ومآت المدارس اللي فلشوها وخلوها بدون بنيان يعني أنا أعرف إيسا أي شخص يريد يبني ليه يريد يبني بيته يفلشه لازم نخلي فلوسه انت تفلشي لو صحيح ما عندي فلوس وشوف هاي المدارس ثلاث دوامات بيها أكثر من ألفين طالب كل مدرسة بيها ولا رحلات ولا كتب ولا دفاتر انتم تردون دمرون التعليم ودمرتوه فعلا دمرتوه اليوم اللي عنده يودي ولده للأهلية والما عندي يظل هذا على ثلاث دوامات هاي المدرسة في قضاء الشطرة في محفظ يقار هاي نسخه إلى محفظه ويحيي الناصري يحيي النايم هاي ونجازات نجازات شين نجازاتكم شين نجازاتكم خلن نفهم حتى نمدحكم خلن نقول ذول اشتغلوا قدموا للناس شين قدمتوه مدرسة وات عرفت بنيها هي بيت هي شيني يعني اش قايل لك هنا أبراج ناطحات سحاب اش قايل لك هنا يغنفته صانعيكم موبايلات وسيارات مدرسة ما تعرفت بنيها وتكملها بس هي مقصودها لأن فيديوم على الأدية بيقول التعليم لازم ما يصير مجانا فالظاهر مقصود الدمرون نتردون هاي نسخة المن نسخة للشرفاء بس الشرفاء هاي مدرسة هاي